النهاردة جاي اقولك انسي طريقة اي فينو انت تعلمتها قبل كده او شفتيها هنعمل مع بعض العيش الفينو الطريقة سهلة وبسيطة وطعمه حلو جدا تقدري تعملي الكمية اللي تناسبك وتقدري تعملي كبير زغير زي ما انت عايزة انا هنا عملته زغير كده قد اللانش بوكس بدل مقسم الواحد اتنين تعالي نفتحه من جوا ونشوف شكله عامل ازاي وبعد كده ندخل على الطريقة والمقادير وعايزة اقولك من نص كيلو دقيق عملت 25 رغيف يعني هيكفوني طول الاسبوع مورق من جوا ومش مكتوم وطعمه حلو والحجم اللي انت عايزة اعمليه انا عملته صغير على قد ايدي الولاد يلا بينا نشوف عملناها ازاي هنسمي اللي ونصلى على الرسول عليها افضل الصلاة والسلام وحط اللايك بتاعك ولو انت اول مرة تشوفيني ما تنسيش تعملي متابعة وتكتبيلي في الكومنتات بتتفرج عليها منين حطيت كباية ونص من المياه الدفية ونزلت عليهم بتلات معالق من السكر وبعد كده نزلت عليهم بمعلاقة كبيرة من الخميرة وبعدين اربع معالق من الزيت ومعلاقتين من اللبن البودر واللبن البودر والمية اختياري تقدري تستغني عن اللبن البودر والمية وتحطي لبن سيل قلبت كله مع بعضه بالشكل دوت وهسيبهم كده على جنب لمدة يعني ممكن نقول خمس دقايق سبع دقايق عقبال ما يخمروا معينا بنعمل اختبار للعجينة للخميرة خلاص كده خمرت معايا وسبتها كده اقل من خمس دقايق معايا بقى ايه؟ معايا نص كيلو من الدقيق ودقيق يكون مغبوزيت خلي بالك من النقطة ديت ورشة ملح صغيرة وهمسك الكلام كله دوت مع بعضه وهعجنه كويس جدا لحد هنا ماشين مزبوط نص كيلو الدقيق بياخد كباية ونص من المياه الدفية كده يبقى الدنيا عندنا تمام وزي الفل هبدأ اللي انا اشغل العجين بتاعي على رقم واحد وبعد كده لحد ما العجينة تتماسك معايا هشغله على رقم اثنين ورقم ثلاثة اخر حاجة خلاص كده بدأت العجينة تلف معايا بالشكل دوت كده لو مش عندك عجين تقدر تعمليها على ادى كده نص كيلو دي ما بياخدش اي حاجة خالص وهيتعجن بسرعة جدا من غير ارهق خالص ولا مجهود وعايز اقولك هتطلع كمية كبيرة جدا من الفينو تقدر تحتفزي بيها في الفريزر وتستعمليها كل يوم قبل ما تنامي تطلع الفينو وتحطيها على الرخامة في الكيس بتاعه تسح الصبح هتلاقيه فاكت كده وجميل وزي العسر في المرحلة دي اختياري بس عايز اقولك حطيها بتعلي الكيمو الغذائية قوي حطيت قد اي حطيت مكعبين من الزبدة السايحين بدرجة حرارة المطبخ بس لو انت هتحطي مكعبين من الزبدة حطي معلقة دقيق دي محدش هيقولك عليها انا هنا خلاص كده بعد ما قلبت الزبدة مع العجينة بتاعتي وكلها تمسكت مع بعضيها بس بقت سيلة شوية فهنحط اي هنحط معلقة دي وهتشوف دلوقت لو حسيت اللي الدقيق بتاعك او العجينة مش محتاجة المعلقة اللي انا هحطها ديت ما تحطهوش لو حسيت اللي الموضوع محتاج اكتر من معلقة حطي معلقة كمان بس لما تجربي الاول من غير ما تحطي المعلقة الدقيق خلاص كده بصت معلقة الدقيق لما حطتها عملت ارتباط غير طبيعي خلت الموضوع معانا ماشي تمام وزي الفل بدأت اللي انا اعجن تاني على درجة رقم ثلاثة بالشكل دوت كده لمدة يعني ممكن نقول مثلا دي اتين لو انت هتعجني على اديك يبقى خمس دقيق من خمسة لسبع دقيق والموضوع هيبقى جميل وزي الفل عشان تحصلي على نتيجة عجين كويسة لازم تعجنيها كويس جدا ويكون الملمس بتاعها هورغولك دلوقتي شكله هيبقى عامل ازاي خلاص كده انا محتاجة العجينة بتاعتي تكون بتشد شوية او بتلزق شوية هحط معلقة دي في الارضية وهبدأ امسك الكرة بتاعتي ديت والفها بالشكل دوت زي البقجة الملمس بتاعها ناعم من فوق الوش وملساء خالص هغطيها بستريتش رول او كيس بلاستيك وهسبها على جنب كده تخمر حوالي ممكن 20 دقيقة حلوة قوي من 20 لنص ساعة بعد ما خمرت معايا بسم الله ما شاء الله بالشكل دوت نبدأ نشكلها وارغفل فينو اللي انا عاملاه الحجم بتاعه 60 جرام عايزة تزاودي او تقللي براحتك خالص مش هعجن العجينة تاني همسكها وقرسها بالشكل دوت كده واعمل كل كورة قد التانية انا هنا جبت الميزان وحاولت اللي انا اخليهم كلهم قد بعض عشان في النهاية يكون الشكل كله زي بعض طبعا زي ما قلتلك كده الكورة ديت او رغفل فينو 60 جرام هنا خلصت الكمية كلها الوزن بتاعهم وخليتهم كلهم قد بعض من 50 ل 60 عايزة تزاودي وتخلي 80 او 90 براحتك خالص او ممكن تعمليها بالوايم كده من غير ميزان ولا اي حاج عشان ما تصعبش على نفسك الموضوع يا اخت هغطيهم بكيس بلاستيك بعد ما اعملتهم كوا الكورة قد للبرتقنية الزغيرة بالشكل ده وبعد ما سبتهم يستريحوا لمدة خمس دقايق بدأت اللي انا اخد اول واحدة بكاديد بيها وابدأ اللي انا افردها رشت شوية دي على الرخامة وبيننا الشابة وممكن من غيرنا الشابة بي ايديكي الموضوع هيكون سهل وبسيط برضو بصي انا افردها كده زي المستطيلة علشان خاطر انا محتاجة اللي انا الفها وهوريك دلوقتي ازيه اول لفة بتليفيها بتبططيها كده بسبوعك والتانية والتالتة والربعة بالشكل دوت كده لحد ما نخلصهم طبعا انا عايز اقولك اللي انا عاملة ايه الرغيف الفينو صغير جدا ودوت المطلوب هنا بابدأ اللي انا اقفل النهاية بتاعتي كويس جدا عشان ما تفتحشوا برضو الاطراف تقفليها من تحت كويس عشان في النهاية تكون شكلها حلو وتبدأ تحطيها على الرخامة ويتلف فيها كده عشان لو فيها حتة رفيعة او حتة دخينة تبدأ اللي انسي تنصك كله مع بعض طبعا انا عملت اول رغيف فينو وريته لك ما ينفعش تحطيه على الرخامة او ما ينفعش تحطيه على اي حاجة لازم تحطيه في الحاجة اللي هتدخل الفرن على طول خلي بالك من النقطة البسيطة دي لاني لازم يخمر جوه الصنية اللي هتدخل الفرن لاني لو خمر ما بينفعش يتحرك من مكانه لمكان تاني لو شلتي من مكانه هتخرج الهوى والموضوع هيبقى صعب جدا ومش هتحصلي على النتيجة الكويسة في الاخر هنا بقفل الاطراف كويس جدا وبقفل كمان الحز اللي هو من تحت هنا بعد ما خلصت الكمية كلها بسم الله ما شاء الله تلعوا معايا 25 رفينو الوش بقى تقدر يتهني اي حاجة انت عايزيها انا بحب احط للمعجنات بتاعتي معلقة لبن سيل على معلقة لبن بودر وبحط في الوش سمسم او حبة البركة او ممكن تسيبيه سيدا زي ما قلتلك انا عاملاه حجمه صغير شوي علشان خاطر ما اقطعه وش نصيه حطته في الفرن على درجة حرارة عالية جدا يعني اول ما خلصت خالص غطيت الصق بتاعي وسبته يخمر لمدة ربع ساعة والربع ساعة ديت انا كنت مشغلة الفرن على درجة حرارة عالية علشان يسخن معايا وبعد كده دخلته الفرن على الرف الوسطاني ومشغلة النار من تحت مش مشغلة الشوية الفينه من جوه حلو جدا مش معجن مش مكتوم تقدري تعمليه بقات كمية وتشيليها في الفريزر تستخدميها طول الاسبوع بسم الله ما شاء الله ديت الكمية اللي تلعت غير اللي تكلت كمان تعالي نفتح كده مع بعض واحد من النص ونشوفه من جوه عامل ازاي هكتبلك الطريقة هكتبلك المقدير في الكومنتات ان شاء الله بازن الله مقدير سهلة وبسيطة وكل موجود في البيت ورغف الفين وطريق وطعم وحكاية ما تنسيش تحط اللايك بتاعك وسلام عليك